أربع سنين فاتوا على وفاة الفنانة الشاب هيسم أحمد زكي وما حدش قدر ينساه بالرغم من قلة أعماله إلا إنه ساب بصمة كبيرة فينا أصدرت فينا كلنا من وقت وفاة والدته هالة فؤاد واللي حصلت وهيسم كان وقتها طفل صغير مروراً بوفاة والده ووفاته هو شخصياً واللي حصلت بدون سابق إنذار وزي ما جمهور هيسم ما قدرش ينساه خطبته إنجي سلامة هي كمان ما قدرتش تنساه ولسه لغاية النهاردة مش قادرة تتخطى يوم وفاة إنجي بالرغم من إنه مر أربع سنين على وفاة هيسم إلا إنها ما فكرتش ترتبط بأي شخص بعد وإكنها رفض حد تاني ياخد مكان هيسم في قلبها واختارت إنها تفضل سينجل قررت إنجي بعد السنين دي كلها إنها تعمل حاجة تخليها دايماً فاكرة هيسم وما تنساهوش وهي إنها تدخل مجال التمثيل وتكمل اللي هو بدأوه وده حصل لما لقيناها بتنشر صور لي على صفحتها على فيسبوك من مشاركتها بدور سهيلة في مسلسل ليلة الجزء التالي الحقيقة متابعين إنجي وأصدقائها رحبوا جداً بدخلها الفن خاصة إن القرار ده فكرهم بمسيرة الفنان هيسم زكي الله يرحم الحقيقة خبر دخول إنجي سلام الفن رجعنا نفتكر يوم وفاة هيسم أحمد زكي واللي حصلت يوم 7 نوفمبر 2019 لما تلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغ من دينا 48 سنة وهي مخرجة وإنجي 26 سنة بكالوريوس إعلام وقالوا إن هيسم أحمد زكي مش بيرض على اتصالاتهم ولا بيفتح باب الشقة وإنه مختفي من الصبح ومحدش يعرف عنه حاجة فقررت على طول الأجهزة الأمنية إنها تنتقل لمكان البلاغ وهو منزل هيسم في كومباوند بالشيخ زايد وتم كسر باب الشقة وكانت المفاجئة إنهم لقوا هيسم فارق الحياة وبعدها على طول تم التأكد إنه توفى وعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هيسم أحمد زكي بشكل مفاجئ بعد ما تم العصور عليه متوفي داخل شقةه في أكتوبر وكان لوحده الخبر كان صدمة علينا كلنا مش بس أهله وصحابه والمقربين منه وفاة هيسم في سن 35 سنة سبب شكوب كبيرة جدا حول وفاته خاصة إنه ما كانش بيشتكي من أي مرض وكان دايماً بيلعب رياضة وده كان واضح جداً من خلال ظهوره في أيامه الأخيرة من خلال الأعمال اللي ظهر فيه وبدأت الشرطة والنيابة تعمل تحرياتها وتاخد أقوال كل اللي شافه وتعامله مع هيسم قبل وفاته وكان من ضمن رواية شهود العيان إن واحد منهم قال إن هيسم كان بيعاني من إعياء في ليلة وفاته وحس بمخص شديد وتقلصه وده كان بسبب إنه أخذ عقاقير ومقويات العضلات وإنه راح للصيدلية اللي كانت جنب بيته عشان يشوف دواء يخفف من الألم اللي كان عنده هيسم في اليوم ده ما كانش متخيل إن الألم ده ممكن يتسبب في وفاته واكتفى بس بإنه ياخد المسكنات لكن وقتها حالته كانت حرجة وكان لازم يروح لقارة مستشفى لكن للأسف اتصرف بشكل عفوي وقال شوية تعاوه يروحه وأخذ المسكين ودخل شاقته لآخر مرة في حياته بعدها فارق الحياة وكشفت إتحيات وقتها إن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية وانتهت إتحيات لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة فقررت إنيابة حفظ إتحيات في القضية رحم الله هيسم أحمد زكي اشتركوا في القناة